هنا النجف لا يكاد أهلها يبصرون أمامهم مع التغيير المناخي وتدمير معظم غيطائها الزراعي شأنها شأن العديد من المحافظات العراقية أمام هذا التصحر المسرع إليها يتهم أهل المحافظة السلطات الحكومية بالمسؤولية عما يجري بسبب تخويل المساحات الخضراء في النجف لمشاريع استثمارية واستغياب أي تخطيط مسبق بالنسبة للساحات الموجودة بالنجف أغلب الأحياء كلها الطهة استثمار يعني أغلب مدن العالم أي مدينة بها تخطيط عمران تخطيط العمران يكون على أساس كل حي بيعد مجموعة الساحات هذه الساحات ستكون مناطق خضرة من فوائدها أنه تعتبر متنفس العوائل وتقلل الغبار وتحسن البيئة وغيرها من التفاصيل فعدنا بالنجف كل الساحات الموجودة بداخل أحياء النجف كلها الطهة استثمار هذا النهج الحكومي دفع أهل محافظة النجف للتأكيد على وجود شبهات فساد بهذه الاستثمارات والتي حرمت المحافظة من غيطائها الأخضر دون أي تعويض أحزاب فاسدة جرفت الحزام الأخضر وحاولوا فرص استثمارية ما فعلت الاستثمارات بالمحافظة إذا كانت جو حار إذا كانت جو مغبر أمام هذه الكارثة البيئية اتهم اتحاد الفلاحين بالنجف صراحة للأحزاب والسلطات الحكومية بالمسؤولية المباشرة عن اندثار الحزام الأخضر للنجف المسؤول اليوم الأول والآخر هو سبب المحافظة اليوم المحافظة حاليا يتصرف بتصرف فردي باتجاه يحول المناطق والأرابي الزراعية إلى أرابي سكنية من جانبها وعلى المستوى الرسمي اكتفت مديرية البلديات في النجف بالتحذير من خطورة الجفاف داعية المواطنين للتضامن معها وزراعة الأشجار لكن هذه الدعوة مرة أخرى بحسب ناشطين ليست إلا محاولة للالتفاف على أساس المشكلة وهي فتح باب الاستثمارات على مصرعيه دون أي مراعاة للواقع البيئي إضافة لعدم وجود خطة للتشجير فضلا عن التنازل عن حقوق العراق المائية لدول المنبع بموافقة ضمنية من الأحزاب تلك المتهمة بأنها المستفيدة الأولى من الكارثة البيئية الحاصلة ترجمة نانسي قنقر